قال الخبير العسكري العقيد محمد جسار أنه وعدد من المؤيدين لانتفاضة الثاني من ديسمبر يعتزمون أحياء ذكرى الانتفاضة في مأرب التي تؤيد وتدعم كل دور ضد الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني باليمن والمنطقة العربية وعضف جسار في تغريدة على تويتر قدمنا طلب تصريح بالفعالية لجهة الاختصاص ومنتظرون الرد بالموافقة داعيا الراغبين بالمشاركة من القاطنين في مأرب بموافاته بطلب المشاركة وأوضح الخبير العسكري أن الصالح قام بانتفاضة باسم الشعب الجمهوري ولأجل كرامته وحريته وثبت على هذا المبدأ حتى أخر لحظة من حياته فإذا ما حصل رد فعل ضد الفعالية وأبوا تنفيذها نكون قد الدين واجبا من الوفاء مع قائد انتفاضة الثاني من ديسمبر العام 2017 امتدادا لثورة السادسي والعشرين من سبتمبر والربع عشر من أكتوبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة